موسيقى عزيزات التلميذات أعزائي التلاميذ السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم طربويات مع الأستاذ محمد البخاري فيديو اليوم يأتي بعد بلاغ وزارة التربية الوطنية الجزائرية إذن كاملين بكم سوف تشاهدوا القرارات التي خرجت بها الوزارة الجزائرية وزارة التربية الوطنية الجزائرية من أهمها أنها أجلت كل من المتحانين البكالوريا والمتحان الإعدادي الذي يقول لهم المتوسط بالنسبة للمتحان البكالوريا والمتحان الإعدادي وفي أجلتهم مثل شوتمبر يعني شهر تسعر في الامتحان المتوسط يعني الوزار في الأسبوع الثاني بالنسبة للمتحان البكالوريا سيتوزو في الأسبوع الثالث من شوتمبر أما بالنسبة لإشاهدات الإبتدائي إلغة الإمتحان يعني إلغة الإمتحان الإبتدائي يعني انتخدت مجموعة من القرارات في هذا الباب وبالنسبة لمستويات غير الإشهادية ثم يختربت مجموعة من الأمور يعني تملك أنى مسترات النجاح حيثتهاً فقط في نقطة مراقبة المستمر那麼 يعني نقطة مراقبة المستمرة الدورة الأولى كذلك من فرد الأول في الدورة الثانية هو معارة النجح إذن هنا قüpت ترون قرارات التي إتخذتها وزارة التربية الوطنية الجزائري إذن هذا القرار الذي خرجت به وزارة التربية الوطنية الجزائرية خلوا في مجموعة من عدود الأفعال بالنسبة للتلاميذ الجزائريين في مجموعة من الجروبات فيسبوك عبروا على الفرحة لهم لأنهم فرحانين بهذا القرار يعني سيضعهم في الوقت كبير مثلا في المراجعة بالنسبة للبكالوري يعني ممكن يحصلوا على نقطة عالية بالنسبة للتلاميذ ديالنا ديال المغرب كي يشوفوا بأنه بالنسبة للتلميذ المغربي لحد الساعة بقي يتخبط في هذا التعليم عن بعد هذا الضوضاء ماذا سنساليه الموسم الدراسي وماذا سيكون امتحانات الإشهادية وماذا سيرجعوا للأقصام وماذا سندوزوا الامتحانات وماذا سندوزوا الامتحانات في الموعد المحدد سابقا ولا سيكون موعد آخر يعني يتأجل مثلا من الأخر الستابعة ولا سيتم تأجل دياله بحل الجزائر احتل السمطوم لذلك كل هذه الساعة كانت دور في المخيلات التلميذ المغربي لذلك هذا الخبر تأجيل امتحانات البكالورية بالنسبة للجزائر لا يجب أن يجعل التلميذ المغربي أنه يشعر بالضلم لا يجب أن يفكر أن يزيد القرار أن يجتهد أن يزيد التابر يحفظ الدروس ويراجع الدروس لا يجب أن يفكر في المصير السنة الدراسية لأنه غالبا في هذا الأسبوع يوم 13 ماي 13 شهر 5 هذا النهار 4 سيتم الحسم في المصير السنة الدراسية كما تشاهدون هنا يوجد البلغ خاص بأنه سيكون شماعا مع السيد الوزير سعيد الأمس حول مجموعة عمل الأمور التي ستكلمون فيها هذا الشماع سيطرق المجموعة عمل الأمور التي ستتعلق بالموسم الدراسي في الموقع سيكون المتحانات الإشهادية وكيف ستتعاملوا مع مستوائز غير الإشهادية لذلك مجموعة عمل الأمور ومجموعة من التساؤلات سيتم الإجابة عنها في هذا الشماع خالبا ثم قامت بالتلتاشمين ثم قامت بالتلتاشمين ثم قامت بالترابع ستتخرج واحد المذكرة ستحسن فيها و ستبين خارطة ديال الطريق و سنكمل هذه الموسم الدراسي و ستتدار ل هذه المتحانات الإشهادية و سنقوم بمتحانات الإشهادية في الوقت ديالها و كل هذه التساؤلات ستجاوب على هذه الوزارة غالبا بعد هذه المذكرة خاصة لأمر إذا معك لكم كتلاميذ وخصوصا تلاميذ المستويات الإشهدية إلا أنكم تستمروا في المرشاة دي لكم تستمروا في الحفاظة دي لكم يعني ما تفكروا في حتى حاجة ما تقارنوا رأسكم حتى دولة مثلا ما نشوفوش مثلا الجزائع بأنه ونجلوا لهم نمتيحان ما نشوفوش فرنسة منهم غيروا رجعوا لمدارس ممكن نشوفوا رأسنا نحفظوهم نقرأوا نراجعوا نرتاحوا كذلك دونك كل ها أيام غديدوز وغديبان الخريطة دي الطريق كانت مننا صديقا أن الوزارة تاخذ بعين الاعتبار زمنت معنا دي التلاميذ مع هاد التخضبط وهاد الحجر الصحي وتعطي واحد الوقت كافي للمراجعة إن شاء الله وفي الأخير كما كان نصحكم دائما قراروا ودمروا وحاربوا من أجل الحب دي لكم وإن شاء الله ما هيكون غير الخير موفقين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة